النهاردة الزمالك في الشوت الأولين بإزاي؟ تنظيم دفاع الزمالك كان كويس حتى الشباب ما وصلش بهجمة طيب واحدة واحدة الشوت الأول للتنظيم الدفاع صح كلنا قلنا قلنا زمالك كويس بس ده أثر كثيرا على الشكل الهجومي للزمالك بلزبط لما شوف نشقه هجوم للزمالك الشوت الأول بص يا كريم النقطة اللي انت فيه بعض المباراة زي ما قلت لك بتحتاج لعيب الكرة الكرة أما النهاردة بديك الكرة في رجلك انت مش محتاج تجري مساحات او مسافات النهاردة انا شايف مع فرقة زي الشباب خلي بالك الشباب بيعتمد في الهجوم على طول السرد باكين بيبقوا مسبتين وبيطير الباكين على طول لو تلاحظ الشوت الأولاني سيف الجزيري كان فيه بعض من القواب بيطلع على الاطراف اللي عايز الكرة طويلة في المساحة الزمالك ما قدرش يستغل دي اللي انت النهاردة ضهر الباكليفت والباكرايد بتوع الشابات فاضي جدا فاضي والزمالك برضو اما بتعمل الكرة طويلة بتعملها سهلة على خط الدفاع يعني انت مفروض ان بتحط الكرة طويلة تحطها في مساحة الزمالك النهاردة برضو انت شايف النهاردة سرد باكين بتوع الشباب اثنين عمالكة ايوه الراجل البرازيلي وبترمي عالي بالذبط الراجل البرازيلي ورجل عمالكة فاما ألعب الكرة طويلة ما ألعبهاش ستريت اللي هو بسهل المدافع لأ ألعبهله في مساحة في الجناب أنت جيت على الشق لهجوم الشوت الأولين شوية كان فيه تنظيمه ده طبيعي جدا لأنه برضو نازل بتاع فرقة فرقة محترم صح الشوت الثاني رتم المباراة عالي عشان أم دخله في الجول عشان دخله في الجول الحاجة التانية عشان التاغيرات أنا عمر منطقة المدير الفني المدير الفني هو بيبقى قادرة بأحوال الفرقة وطريقة تفكير واللعبين وحاليتهم كمان بس أنا بالنهاردة بلوموا على حاجة واحدة أنا ناهي مطش الاتحاد المونستيري بأحلى شكل أيوة وكرة كويسة وجايب أربعة تجوان طب ملنهي بيه أبدأ بيه صح احنا قلنا بس احنا قلنا التغيير الوحيد النهاردة هتبقى ساي أنه مورما كان إبراهيمان داير مصاب بس وعشان تغلق في المباراة اللي فات بس وانه مش يحصل التغييرات أربعة تغييرات النهاردة بالزبط طب انت الشوت الأولان انت سألتني سؤال حلو قوي بتقول التنظيم الدفاعي جاء على الهجومي الهجومي ليه اللي انت النهاردة بتلعب بدونجا وعمر السيسي نفس الأدوار صح اتنين ستة ستة بيقطاع الكرة بس لكن ما بيقطعش الكرة ويوصلك للجور أو حلقة وصل للجور أما عمر جابر نزل الشوت التاني عمر عنده دي عمر آه ممكن بيش بصير بس عمر عنده اللي بياخد الكرة ويلعب على قدام صح ما بيلعبش على الجنب أيوة فالنهاردة الشوت التاني الزمالك كان متأخر تزديد أحمد سيد زيزو اللي جات في القائم لكن برضو الخطورة مش لها بس الزمالك تحس اللي بقى في نص ملعب الشباب أكتر من الشوت الأولي صح لكن زي ما قلتلك أنا كنت أتمنى للراجل اللي نهى بيه يبدأ بيه